إذن مشاهدين لازلنا مستمري معكم في هذه الحلقة الخاصة من برنامج العالم هذا الصباح في ذكرى الغزو العراقي الغاشم فقد شكلت ملحمة تحرير دولة الكويت من الغزو العراقي الغاشم مفصلا مصيريا للبلاد وأهلها وتوثيقا لحقبة مهمة من تاريخها حيث شكلت الوقفة الخليجية علامة تاريخية فارقة بوقوفها لنصرة الحق الكويتي ضد ضلال النظام العراقي المقبور نعم مجلس التعاون الخليجي كان خير سند وعون في مواجهة تلك الأزمة العاصفة بحنكة قادته وسرعة قراراته الثاقبة لتتنسم الكويت بشائر التحرير من عدو استباح أرضها الغالية تجلت بموقعة عسكرية أسطورية كانت الأكبر والأنجح ملحمة خليجية سطرت بإجلال دول مجلس التعاون جمعاء منذ الساعات الأولى للغزو العراقي كان مجلس التعاون الخليجي خير سند وعون في مواجهة تلك الأزمة العاصفة بحنكة قادته وسرعة قراراته الثاقبة لتتنسم دولة الكويت بشائر التحرير من عدو استباح أرضها الغالية تجلت بموقعة عسكرية أسطورية كانت الأكبر والأنجح على جبهات الدبلوماسية كانت دول الخليج حاضرة نواة للتحرك السياسي والتفاوضي الرافض للعدوان والمطالب بالانسحاب بمستويات عربية ودولية تمخضت عنها قرارات إدانة وصولا لشرعية التحرير ودون استكانة أو تمهل تعج عواصم العالم بمؤتمرات واجتماعات دولية وأممية وقرارات حاسمة كان الوجود الخليجي فيها خالصا وحاسما لقضية الكويت الأولى نحو تحرير لن يكون بعيدا على الأرض حرب التحرير تدق طبولها المعركة تحشد جنودها لمواجهة الغزاة والمملكة العربية السعودية تقدم كل إمكانياتها أرضا حكومة شعبا خدمة للشقيقة الكويت بأوامر ملكية سريعة نجدة لشعب سلبت أرضه وشرعيته أرض السعودية تتحول لملاذ آمن للكويتيين من بطش المعتدي وتحتضن الشرعية الكويتية وتتمهد كميدان عسكري مهيب لجيوش العالم استعدادا لعاصفة الصحراء وفي البحرين الجيش يتجهز ضمن قوات درع الجزيرة استعدادا لتحرير الشقيقة وسلاح الجو البحريني كان قوة ضاربة فيما احتضنت مطارات المنامة طائرات سلاح الجو الكويتي كما تصدر الأوامر الملكية بتأمين وصول آلاف الكويتيين لوطنهم الثاني دولة الإمارات العربية الشقيقة كانت على خط المواجهة الجيش الباسل يخوض معركته نحو تحرير الكويت ليتخطب الدم الإماراتي الكويتي الطاهر على ثرى حرب شرعية لاستعادة الحق فيما يتجل موقف الراحل الكبير الشيخ زايد بن سلطان آل هيان رحمه الله باستقبال أشقائه الكويتيين في موقف لن تنساه الأجيال المتعاقبة وبتجليات راسخة تنطلق معركة الخفج أول نواة حرب التحرير تحت قيادة قطرية سعودية لتدمغ بطولات جيش قطر في الدفاع عن الأشقاء بمعارك باسلة كان لها أبلغ الأثر في تحطيم الغزاة ومنطلقا لهزائمهم اللاحقة فيما تجلت مواقف المخفور له السلطان قابوس طيب الله ثرى والشعب العماني الشقيق تجاه قضايا الكويت بأعلى صورها ولن ينسى الكويتيون الموقف الأصيل من السلطنة قيادة وشعبا